اهلا بكم على طريقة جولة سجن ترى بوجباته المثيرة للجدل من مشاوي وغيرها نظرت السلطات المصرية اليوم جولة أخرى في سجن برج العرب الإسكندرية لبرلمانيين وصحفيين وحقوقيين وضمت قائمة طعام وجبات نزلاء السجن بيتزا وأسماكا ودواج وفواكه وباقة من أشهى المأكولات والمشروبات من جانبي قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن جميع السجون المصرية تزخر بالإمكانات والتجهيزات والخدمات اللازمة وجميع نزلاء السجون سواسية ولا تمييز بينهم في ظل ما وصفه بمفهوم السياسة العقابية الحديث قولوا من هنا بأسموكم مبسطكم العالي أن هنا المعاملة شكناها إيه؟ بأمانة وبدون أي ضغوط أنتوا عليكم أي ضغوط في أي حاجة؟ لا أقسكوا حاجة؟ لا أقسكوا حاجة؟ لا أقسكوا حاجة؟ لا أقسكوا حاجة؟ عبر الأقمار الإصطناعية من إسطنبول المستشار وريد شرابي رئيس محكمة شمال القيرة سابقا ومعنا عبر الهاتف من القيرة المحامي محمود عطية مناسق إتلاف مصر فوق الجميع أدى بالمستشار وريد شرابي السيادة المستشار يعني آخر ما قالوا السجين الذي يرتدي قميص الأرجنتين في السجون المصرية قائلا سيبونا في حل يعني يبدو أن الأسماك والدواجن والفواكه والمشاوي يعني موجودة بكثرة في السجن كيف رأيت هذه الزيارة؟ مرحبا بحضرتك فاندم وبالسادة المشاهدين يعني الزيارة بتأتي في إطار أن المتهم الذي يمنع الناس من أبسط حقوقهم في الدواء وفي العلاج حتى أن البعض منهم يقضوا نتيجة هذا الحرمان المتعمد لكل وسائل الحياة الطبيعية هو الذي يعبر عن رأيه فيما يقوم به من جريمة فيسأل مجموعة من الناس الوقفين معاه يمكن حركة عمل عليها منتاج مئة مرة أو يمكن تعادت عشر مرات عبل ما تعرضت على الشاشات زي ما حضرتك تفضلت من شوية وعرضتها بيقول لهم إيه رأيكم؟ طبعا يعني هو عمر ما السلطات في مصر ستخرج لنا أي رأي تاني لازم كل اللي حيطلع يقول نفسك كلمتين دون طالما من تحت إيد هذه السلطة لكن أنا عايز أتكلم على الوقائع الحقيقية بعد إذن حضرتك في تاريخ 15 عشرة 2019 صدر تصريح دفن لمواطن أمريكي من أصل مصري من مكتب صحة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة المواطن اسمه أحمد آدم يحمل جواز صفر أمريكي رقم 549820767 هذا شخص كان يسير في منطقة وسط البلد تقابل مع أحد الأكمنة سأله الضابط عن رأيه في الحياة السياسية في مصر فقال له بالضبط أنه يرى أن قمة السلطة السياسية عبدالفتاح السيسي لا يصلح لقيادة مصر وقال له أنه مريض بالسرطان عنده لكيميا سرطان في الدم وأنه يحتاج إلى علاج بشكل دائم ألقي القبض عليه وحيل بعد كده إلى قسم مصر الجديدة وتم حرمانه من علاج تماما وتعرض إلى التعذيب توجه أهله بعد كده إلى استفارة الأمريكية وقدموا شكوى بأنهم عايزين ابنهم يدخل سبيله حرم لعدة أيام من العلاج حرم من الطعام حرم من الماء حرم من دورة الميا حتى أنه في الآخر أصيب حال التسمم كامل في الدم وتم حالته إلى مستشفى الطيران في القاهرة الجديدة بعد أن تأكدوا تماما أنه أصبح ميؤوس من شفاءه تحت أي دواء سيد المستشار نعم سيد المستشار وحناك وقت قليل جدا توفي هذا الشخص نعم سيد المستشار ربما ما تقوله أنت ويقوله كثيرون حول السجون المصرية يعني تنظر هذه الفيديوهات يعني الخبز الذي ربما لا يتوفر في الأفران في مصر الحلل زي ما قوله في مصر أو أنية الطبخة بالفويل أو بالألومنيوم الفواكه المشاوي الأعود الدجاج يعني البعض تندر على وسائل التواصل الاجتماعي خلاص خلونا كلنا نروح نعيش في السجن يعني كيف ترى هذه الفيديوهات وما يحدث خارج مع المصريين في الخارج أنا هقول لحضرتك حاجة كل السجون في مصر فعلا فيها مستشفيات كل السجون في مصر فعلا فيها ملاعب كورة كل السجون في مصر فعلا فيها وسائل طرفية لكن أنا ما أقدرش أربط ما بين أن الحاجات دي موجودة وأن فعلا السجناء بيحصلوا على حقوقهم الطبعية داخل السجن أنا أقول لحضرتك فيه حرمان يعني فيه حرمان متعمد للمساجين خاصة السياسيين منهم يعني حتى لا يحصلوا على أبسط حقوقهم لا ينفي ذلك أنه يوجد مستشفى في السجن يعني طالما فيه مستشفى يعني معنى كده أنه ما فيه تعذيب طالما أنه فيه ملاعب كورة معنى فعلا أنه ما بيروحوا يتريضوا لا أنا بسمع شكوة المصدوم الأصلي هو ده الشاهد على اللي بيحصل له هو أنا بسمع تقارير المنظمات الحقوقية المحايدة اللي بتخرج للرأي العام لكن السلطة اللي هي بتخرج لأي تقريب دي سلطة متعمة بارتكاب هذه الجرائم فأنا لا يمكن أن أحصل منها على معلومات تكون فعلا يعني معلومات قائمة في أن أنا أقدر دليل إدانة أو دليل براءة نعم أرجو أن تبقى معي سيادة المشار أذهب لأستاذ محمود عطية أستاذ محمود يعني الحديث عن عن هذه الوجبات والدجاج والأسماك والفواكه والمشاوي يعني السيادة المشار والنها موجودة فعلا لكنها لا تقدم للمسجون أو المعتقل السياسي وأعدادهم كثيرين وأنه يتم تعذيبهم يتم حرمنهم وبالتالي أنه ما يحدث هذا هو عبارة عن بروباجندا أو شو إعلامي يعني ردك على هذا الكلام أمسا خيرا يا صلى الله عليه وسلم أهلا دي تاني زيارة في خلال أسبوعين على ما أتذكر يعني وأنا رحزت في في عرض الزيارة إن مكتوب ده معرض أو عرض للأشياء أو المأكلات للبيع هناك فرق ما بين هذا وهناك فرق ما بين اللي بيوصل للمسجون بنفسه وذا كان وذا كان هناك أمامنا يعني أنا أتمنى أن يحصل كل يوم زيارة من هذا يعني من هذه الزيارات في كل السجون نشوف المرة الفاتت كان هناك مسجونين سياسيين منهم المعنس حازم على ما أتذكر و واحد السلافيين المرة دي جايبين مسجونين جنائيين وبيتكلموا واخبارها طب يعني النازل تثبت إزاي إن هذا الكلام بيحصل في السجون ممكن ما يكونش بهذه الصورة الجميلة لأنه لما يكون حضرتك حتى في في البيت أو في الفيلا لا أستاذ محمود أنا عاوز أقول لك ملحوظة صغيرة أنا لحظتها أنه أنت لحظت أول حاجة أنت لحظت نقطة مهمة جدا لازم تفسرها موضوع أنه لحظت أن في لافتة مكتوبة على البيع لكن أنت حضرك شفت القمصان في ملعب التريد أو كرة القدم هي قمصان لمنتخب الأرجنتين القميس أقل لحاجة من 60 إلى 70 جنيه مصري أنت لحظت كده ما أنا أقول لحضرك في الصف لما بيكون حد جاي ضيف جاي ضيف في أي بيت في مصر أو في أي حد المفروض أن أهل البيت بيحاولوا يعني ينضبقوا حتى البيت على الأقل عشان الضيوف اللي جاية تشوفوا فالبسألة الطبيعية يعني أنا يعني أنا طبيعي أن المسجون المسجون اللي موجود دلوقت أمامك أنه يرتدي قمصان بـ 60-70 جنيه مصري وأنه لما يتسقل من الناس الموجود يقول لهم سيبونا في حال نحن مبسوطين في السجن لأ ما أنا أقول لحضرك حاجة للأمانة برضو للأمانة وعشان أكون واضح هناك وهذا الكلام إلى أعلى قيادة في البلد وإلى قيادة وزارة التخليل هناك أناس غير مقبولة شكلا بالنسبة للجماعية والله لو قالوا إن ده كتاب من عند ربنا الجماهيل نفسها الشعب نفسه داخل مصر مش أصدقهم هي دي النقطة الجوهرية اللي تخصني اللي أنا أقولها بس أنت أستاذ محمود أنت قلت كلمة أنا عاوزين أكتفصر قلت أنه أنت شفت في الزيارة أنه الأكل ده ما بيروحش لعموم المعتقل أو المساجين لأنه مكتوب هو مكتوب كده للبيع صح؟ يعني من لديه القدرة يشتري صح؟ ده كنتين يعلي كده يعني الحاجات المغلفة دي والكلام ده ده الكنتين وفي سجن تورا في سجن تورا احنا كلنا روحنا زيارة قبل كده يا صفصفة في بعض أو كثير من المساجين مثلا أغنياء بره أغنياء فيطلبوا المأكلات بالطلب بس يا أستاذ محمود مدير السجن قال أنه يأتي في سياسة أنه المساجين سواسية وأنه ده يأتي في إطار تحسين الخدمة والسياسة العقبية الحديثة وبالتالي يعني هم أعلنوا أنه هذا هم سواسية هم سواسية بس سواسية إذا كان حد بيطلب حاجة بيعمل كستينشا يعني بيعمل وطلة بفلوس أرجو أن تبقى معي أستاذ محمود نعم أرجو أن تبقى معي أذهب لأستاذ أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة كوميتي فورد جيستس الحقوقية أستاذ أحمد مفرح الحديث عن السجون يعني يبدو أنه هناك رأي للدولة تريد أن تظهروا بأنه الخدمة داخل السجون خمس نجوم وهناك تسريبات تخرج من المعتقلات والسجون أنه الحالة بائسة وسيئة وغير صحية وغير أدمية يعني وبالتالي يعني هل الصراح في تقديم الوجهتين نظر لمصلحة من في رأيك بداية حالة لحضرتك والسرى المشاهدين وغير في حضرك الكرام فيما يخص أن الخدمة خمس نجوم فأنا متفق على أن الخدمة خمس نجوم لكن الخمس نجوم فيما يقوم بدفعه المعتقل وأهله من أموال ولكن ليس فيما يأخذه من خدمات قانونية أو من خدمات طبيعية بمعنى أننا عندنا بيندفع للمعتقل بداخل السجون ومركز الاحتجاز المختلفة من شراء لأطعمة لزي ما نقوله كدوة رشاوة لأكل وشرب وأغطية ونوم وهكذا ما يتم دفعه في فنادق الخمس نجوم من أموال علشان الشخص يأخذ خدمة الخمس نجوم لكن اللي بيأخذ المعتقل في مقابل هذا من قبل الزرف الداخلية هو سوء المعاملة والتعذيب وسوء المعيشة اللي بيأدي الوفاء ودعني أقول لحضرتك كل أستاذ المشاهدين أن خلال الفترة من 2013 حتى من يونيو 2013 حتى يونيو 2019 سقط في سجن برج العرب ما لا يقل عن 80 محتجز بسبب سوء الرعاية الصحية ماتوا بسبب سوء الرعاية الصحية وبالتالي فإحنا يعني مثل هذه الفيديوهات أو مثل هذه الصور هي لا تنطلب بحال من الأحوال على أي شخص أو أي جهة بتعمل على رصد وتوثيق ما يتم أو حتى يعني بتعمل على يعني متابعة ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز وأنا مش عارف البروباجندا اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية أو اللي بيحاولهم بعض الحوقيين الجونجوز معمين قصين اللي مشتغلوا مع الحكومة المصرية في تقدمها للأوضاع المتعلقة بالسجون ومراكز الاحتجاز مصر جاية من أي جهة لا هو معنى حقيقي بيتم ولا هي معلومات حقيقية بتحصل ولا هي تنفيذ القوانين ولا سيد أحمد مفرح نعم سيد أحمد مفرح نعم استمعت معي إلى أحد المساجين وأتحدثت لكم كمنظمة حقوقية أو منتقدين للسجون وما يحتفظ في السجون قال لك سيبونا نحن نعيش في حالنا يعني يبدو أنه سعيد بالوضع ولا يريد تدخل المنظمات الحقوقية والعالم الخارجي فيما يحدث داخل السجن ما هو تعليقك على هذه الرسالة سنسيبه وأن نقعد المعتقلين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز الذين يأخذوا حقهم في الرعاية إذا كان هو ما شاء الله عليه يعني يشايف أنه في رغض من العيش أو أنه في الجنة فعليه أن يمكث في هذه الجنة ولا يتحدث لكن الآخرين الذين يتم قمعهم أو الذين يتم منعهم منع الأدوية عنهم أو الذين يأخذوا إلى الحبس الإنفرادي أو غيرهم من المعتقلين دول إحنا المشتغل عليهم ده حقهم علينا وأي حق هذا المعتقل أننا نطالب بأنه يأخذ حقه يعني بأي حال من الأحوال يعني فيما يخص حقوق المنصوص عليها في القانون أو الدستور والمعتقلين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز أمام الكاميرات أنا لا يأخذ بكلامهم وخصوصا في دولة لا تعترف بأي نوع من أنواع المنصوص عليها أو الحرية الرأي والتعبير شكرا جزيلا الحقوقي أحمد بفرح شكرا لك على وجودك معنا أشكر أيضا ضيفي عبر الهاتف من القيارة سيد محمود عطية منسقة لا في مصر فوق الجميع شكرا جزيلا لك ضمن متابعتنا للملف الحقوقي أعلن كريم عبد الراضي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعلن أن السلطات المصرية فصلت جزءا من القضية المعروفة إعلاميا بقضية العشرين من سبتمبر وضمته القضية برقم جديد لجميع المعتقلين على خلفية تظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي بعد أن ارتفعت أعدادهم إلى ما يقارب الأربعة ألاف وأربعمائة وواحد وواحدا وعشرين معتقلا حسب غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أذهب بهذا الإجراء للمشار وعليد شرابي سيادة المستشار قضائيا ما تفسيرك لهذا الإجراء فاصل جزء من القضية المعروفة إعلاميا بقضية عشرين من سبتمبر وضمه لقضية برقم جديد لجميع المعتقلين أستاذ مصطفى مع تحفظ الكامل على سوء الحالة لمنظومة العدالة في مصر وعدم تمكن المتهمين من أخذ حقوقهم بشكل قانوني وطبيعي أمام المحكمة التي تنظر الموضوع لكن فيما يخص الموضوع التي تترح على وجه الخصوص فهذا الإجراء قانوني ومن حق المحكمة أن تقرره أو تقضي به المشكلة تطرأ عندما تكون المحكمة التي تم إحالة القضية إليها أو نسخ قضية منها إلى المحكمة الجديدة هي أيضا تقضي بعدم الاختصاص أصبح هناك ما يسمى في القانون بتنازع الاختصاص السلبي عندنا محكمتين محكمة قالت أنها مش مختصة ومحكمة قد تحل إليها القضية فهي أيضا ترى أنها غير مختصة في هذه الحالة لابد أن تعرض القضية على محكمة النقد وفي ذلك قضت محكمة النقد بجلسة 21-93 تطعن رقم 1922 لسنة 62 قضائية بأن محكمة النقد هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوة عند قيام التنازع السلبي وبالتالي النقطة الله حضرك بتتحدث فيها الآن هي حق مشروع للقاضي وهذا لا شأن له بتدني مستوى العدالة بشكل عام وعدم تمكن المتهمين من الحصول على حقوقهم القانونية شكرا جزيلا المشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القرس سابقا أشكرك شكرا جزيلا شاهدين المساء مستمرة وبعض الفاصل باقي في قراتنا وفيها الجمهور المصري يهتف لفلسطين ولاعبان من المنتخب الأولين بالمصري يتضامنان مع المصور الصحفي الفلسطيني معاد عمر شكرا جزيلا